فاروق يعني وقل بيعتبر الخيانة هي عدم احترام لمرته ولا قلو واحترامي لكلام اتنان ايه ايه انا بعرض اتنان انا صري من العمر حوالت تمينة وعشين سنة متزوج بعد ما اتزوجت خلال سنة وستة شهر فت بحياة العشق مع زوجتك مع واحدة تانية غير زوجتي فت بعد سنة بعد سنة بستة شهر حلو فت بحياة العشق ليه ما كنت بتعشقة لزوجتك قبل ما تتجوزها بحبة وبعبدة ولا لا بحبة وبعبدة بتحبة وبعبدة وفت بحياة العشق وبتخونه بشي بخون انا ما بعتبر خيانة شو بتعتبر لك انا بعتمرة تكملة الحياة تكملة شي يعني تكملة الحياة تكملة بالمجد عفوا شوية عفوا شوية صعبي انك تعيش مع الزوجتك من لا تعيش مع عشيقتك كيف لا أنا مع زوجتي بياخد الكلام قرار مع عشيقتي بياخد حوار مع عشيقتك بتعمل اللي هي بدييه ومع مرتك لأنت بدك穢 شل موجود بالعلاقة مع العشيقة تفتقدوا انت مع علاقتك مع زوجتي فيه انسجين أكثر من الزوجة مع العشيقة وأنا ضد كلمته إنه أنا ما فيه آأخذ مرتتي ما حل مبياخذ عشيقتي أنا بيحترم عشيقتي يمكن أكتر ما بيحترم مرتي بتحترم مين؟ عشيقتي أف؟ أرشيشت لأ هيدا ومين بتحب أكتر بتحب مرتك؟ بحب مرتي وبحترم عشيقتي يعني إذا كانت عشيقتي هي حرف ساقط عندك؟ ماريا عم بيقول بيحترم عشيقته وبيعبد زوجته هيدا رأيه بيحترم عشيقته يعني هون لو عنده احترام لمرته ما في عشيقة بالأساس على بيقول إنه مرته بيجزم معه بس مع عشيقته بحاور ليه بحاور؟ ما بده يخسرها بده يسيرها يا حياتي يا حبيبتي مرته تحصيل حاصل يعني بالبيت تحصيل حاصل بس تحصيل حاصل يمكن بيدفش فيها بيلبط فيها مش فرقة معه بس العشيقة يا حياتي يا حبيبتي صح ولا لا؟ بانتها الغلط لا بشيء كم مرة بتقول لعشيقتك يا حياتي وكم مرة بتقول لمرتك يا حياتي؟ يمكن حسب الوضوع العام لديناك شوي بس حسب ما تحقيها حسب ما تقولها بكون عندك عشيقتك بتكون مع عشيقتك برات البيت وبترجحها لعى بيتك عن زوجتك صحيح قادر تتطلع بزوجتك بكل الاحترام تطلع فيها بكون في علاقة بينك وبين زوجتك أو علاقة أو علاقة أو علاقة زوجتك بتصير بتدليلي اكتر بتهتم فيها اكتر لانه انت عم بتخونة اكتر ايه اكتر اكتر لانه بتخونة بتعود لأكتر اكتر ايه طيب سؤال انت انت بتقبل مرتك تتميرش زيت الشيء معك؟ اكيد لا اكيد لا اكيد لا لانه وضع هي ما بيسمح له وليه اه هو ما بيسمحها بس انت بيسمح له هي وضع ما بيسمح له لانه امرأة انا بسي نقص عليها شيء دي اه وهي بنقص عليك؟ اكيد ليه ما بتحاورها متل ما بتحاور عشيك داك؟ ما ديك دي اللي انسان عطيني انت هو بدي يعطيكي في نساء وعم يعطيني ايه ما عم يعطيني ايه بالواقع اللي انا بتلميه عم يعطيني ايه بالتمثيل المنساء بتقدم لرجالة الكمال بتقدم لرجالة كل شيء وبتقدم التضحية عادة ان المرأة اللي بتضحي اكتر من الرجل بتقدم بتضحي كيف يالة؟ بقاش حتى بالبيت معنا تضحية بقاش عم تقولي اسمه مش تضحية انه اكتر بقاش بالقليلة محترمته صاينطله بيته هو محترمه محترمه ومصاحب عليا كيف محترمه وكيف عم صاحب برا مش عم بفهم كيف بك تقرنن مع بعضهم بس دقيقة قلتلي مرتك بسؤال شربل عم بقوله هو بصارح مرته لأنا بصراحة بصراحة أنا في عندي عشيق ايه طبعا هلا مرتك بتعرفه أنا مصاحب تنتان مرتك بتعرف أنا مصاحب تنتان وشو ردت فعلها وشو ردت شو ردت فعلها وهي بتعرف انه هاي مصاحبتني وهي بتعرف انه هاي زوجتي وما فيه اي اشكال بس ليه ساكتة ليه اليوم المرأة أوقات بتختر تعتبر المجتمع أنا عم عيش بس ليه اليوم فيه نساء يعني بتعرضوا لأبشع عنوع الخيانة مثل ما عم تقول مع زوجتك وزوجتك بيضلها ساكتة أبشع الخيانة بصير إذا صار فيه تقصير من الرجال للأمرأة بس ليه بتسكت أنا عم بعطيه حق الكامل لبيتها بتسكت المرأة ليه بتسكت المرأة بس عم تعطيه حقوق ومنطقس كرامتها ما عم تأثر على كرامتها القصة بس اليوم بس جاوبني ليه المرأة بدا تسكت ليه الرجال بقول ايه أنا بخون ومرتي بدا تسكت أنا شوف يا أبساد عشو بتراهن هلا أنا مردي يبقى عم تسمعني بشاه اي أنا مردي تعرف انه أنا ما بعتبره خياني أنا بعتبره حياتي عم كملة بحياتي الخاصة واذا قالت لك أنا ما بدي إيك وما بدي خيانتك بتروح مع السلامة يا عباة أهلا بكل احترام هل كلمة حلو انت نابر هل كلمة إذا مش معجيبة عيشتة نعم فيها تنفصل عملة ما بتعيش مكبودة